تفسير رؤية القرد الإسود في المنام من يرى في المنام القرد الإسود والله أعلم علامة على الحظ السيء في الحياة الفترة القادمة وأنه سوف يتعرض للعديد من المشاكل في حياته والله أعلم رؤية القرد الإسود في الحلم تكون إشارة على الخلافات والمشاكل التي تحدث للشخص مع عائلته وأصدقائه في العمل والله أعلم رؤية المرأة المتزوجة القرد الإسود في بيتها في المنام علامة على عدم الاستقرار الأسر الذي تعيش فيه وأنها تتعرض للعديد من المشاكل مع زوجها والله أعلم رؤية الرجل القرد الإسود في المنام تكون إشارة على ارتكابه إلى الكثير من الزنوب والمعاصي وعليه التوبة والرجوع لله عز وجل من يرى في المنام القرد الأبيض علامة على الخداع والنفاق الذي يتعرض إليه من بعض الأشخاص المقربين منه حلم القرد الأبيض في المنام تكون إشارة على إفشاء الأسرار الذي يتعرض إليها صاحب الرؤية من أشخاص مقربين إليه كما تدل رؤية القرد الأبيض في المنام على الأزى والضرر الذي يمكن أن يحدث لصاحب الرؤية من عدو له رؤية القرد الأبيض في الحلم تكون إشارة على وجود شخصا قوي للغاية يمكن أن يعتمد عليه صاحب الرؤية لحل المشكلات التي يتعرض إليها صاحب الرؤية والله أعلم